خلينا نبدأ مباشرة في استقبال المتصلين معنا معنا سماح من مصر ومجموعة أخرى من المتصلين أبو صلاح وغريب وأبو أنس وأبو إبراهيم أيضا لكن نبدأ بسماح أهلا مليك لا وطي التلفزيون يا سماح لو سمحتي عشان ما نضيع عاش وقت كلمين من التلفزيون سمع عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا إزاي حالتك عامي ليه؟ تفضلي الحمد لله بخير إحنا مسكرين جدا على القناة والابتتاح الجديد والإنارة الجديدة اللي فيها يا رباني يا رب ما إطاح أبدا يا رب وربنا يزيدكم من عنده يا رب من نعم إن شاء الله شكرك طبعا أنا بتكلم على موضوعه الكباري والحاجات دي أنا كنت نفسي لو الوقت يعني أنا عندي كلام كتير عندي كلام كتير نفسي أقوله طبعا مش عارف أقوله بس كل حاجة اللي هذا رأيه دلوقتي المهر القول الله عز وجل إن الله لو يصل عامل المفسدين ده مفسد ده مفسد في الأرض فأنت عاوز إيه يعني مهما يعمل ومهما يقول ومهما الناس يصدقوا ومهما الناس يتكلموا إحنا وصلين وعارفين وعارفين إن هيجي يوم ودي بدايتها عارفك المبصرات والبصرات جاية ربنا آه يعني وعدنا فهم هما بينقروا والله يا خير الماكرين هم مهما يعملوا ومهما ربنا يسيبهم 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 كمان وكمان وفي الأخر هنتفرج عليه هم يسي في صدور قومة مؤمنين إن شاء الله بتذن الله أشكرك جدا يا سماح من مصر معانا غريب من مصر أهلا بيك يا غريب أهلا بيك أهلا بيك والله يبقى إذا بتوصله في الجزائي دي إنه هو سببين رئيسيين السبب الرئيسي إن الهدف من المشاريع دي أساسا هو ربحي ماهوش وطني يعني أنا بعمل كبار وبعمل طرق الهدف منه أساسا ربحي ومش وطني السبب الثاني إنه هو إثما إن الهيئة الهندسية أو الجيش بيقوم بالمشاريع في حقيقة الأمر الجيش ما بينفذش حاجة اللي بينفذ هم مقاولين من الباطن بس بيقومت يعني أخذ كافر الجيش هو أخذ حماية بتاعت الجيش هو في الجيش متصدر إنه أنا اللي بينفذ فإذن المقاول اللي بينفذ ده هو مطمن إن حتى لو حصل زي ما بيحصل كده أخطاء أو إنهارات أو في النهاية هو مش هيساءل الجيش هو اللي عامل طبعاً والجيش محدش بيساءله فأعتقد إنهما تقول السبابين الأساسيين للموضوع شكراً جزيلاً لك يا غريب من مصر معنا أبو أنس من مصر أهلاً بيك أهلاً وصحاً هو بالنسبة للي بيحصل وإنهار سبب إنهار الكبار إستمترة يعني الكيش بياخد بسعر وإنهار بسعر وكل بجولة بسعر فهنا بيصبح يعني مثلاً الكبرة هيكلف 2 مليار اللي هو بينفذ الأساسي بياخد مثلاً 25% وال75% بيتقسمه على كروشة دواءات وبعد كده الكيش في مصر يا دكتور بيب يصنعوا كل حاجة إلا السلع كل حاجة فشلة عمل إيه الكيش في مصر يطالع الكيش أبسد الحياة السياسية ضمر الإخبطات حبث الناس جوع الناس مخداش أي حاجة نشف المزارع باع ميت النيل باع تلان وسنافير حاصر غزة هدم بيوت أهلنا بسيناء ضمرها من شرق الغربة وهجر الناس أهل سيناء العرضة تكون في عشر عيب وعار والله إحنا بنقول لولادنا والأهدنا والناس ما تودش ولادهم في الجيش يشتغلوا صخرة عند الضباط يعني شغالين يسوقوا العربيات ويعملوا الأكل للبهوات ويعملوا الأكل أنا سأسألك سؤال سأسألك سؤال هو إيه المشكلة إن الجيش يساعد في المشروعات دي إيه المشكلة إن الجيش يكون متدخل في بناء كباري وإن هو بيعمل الحاجات دي إيه اللي مدايقك في حاجة زي كده هو الجيش طبعا إيه ابن كباري لو إحنا في حالة حرب وما فيش مشكلة إن الجيش يعمل حباء الكباري عنده مشكلة عاد حلاء لأننا مشغلان فيه معندسين وعندنا كفاءات وعندنا في مصر عمالة وعندنا ناس مستفام وعندنا كل حاجة يعني عندنا اللي عمل السد العالي عندنا أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم فلسلتها فلسلتها السد العالي مشغلتها فلسلتها 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 كل حاجة يعني بكك القصر الجيش تسبب التمكيق القصر نشوف عندنا كم من الأرامل من السكالة وملياتنا الزبط الجيش المصري أنا الحقيقة يعني النوطة دي يا أبو أنس ماشي أنا بشكرك عليها جدا معلش عشان ندي فرصة للآخرين وهرجع عقر رسائل فكرة إن الجيش المصري أي حاجة دخل فيها بازط أو كده محتاجين نناقشها مع المتصلين أكتر أبو إبراهيم من مصر أهلا بيك أبو إبراهيم أهلا بيك السلام عليكم أعيكم السلام أنا بنضم للأخ أبو غريب في الفكرة بتاعته سؤال بيطرح نفسه بنفسه ما الهدف من وراء هذه المشروعات الضخمة اللي بتكلف مليارات سؤال لازم ندخل في موخ الناس دول ونشوف إيه الإجابة إجابته جاهزة إجابته جاهزة أبو إبراهيم والهدف الباطل خلينا لخص عليك الإجابة خلينا لخص عليك الإجابة الهدف إنه بيبني جمهورية جديدة خلينا نتكلم عليش أنا بس بقولك هو الرجل جاوب على السؤال ده قبل كده عفتاح السيسي قالك أنا ببني جمهورية جديدة لا أنا فيه هدف بتكلم فيه في نقطة معينة الهدف اللي أخونا أبو غريب قال عليه قال الربح لا إحنا عايزين نسمي الأسماء بمسمياتها هو مش الهدف الربح السرقة ما نسمعاش ربح السرقة ده أوكي لكن فيه هدف باطني الهدف هو إهضار المال العام المصري والثروة المصرية اتنين إفقار الشعب المصري يعني دي من ضمن الأهداف الأساسية الباطنية اللي الشعب مش واخد باله بدليل لما لما سحب من الشعب المصري ستين مليار جنيه في أسبوع وعشان تفرعت قناة السويس بعد كده قال لهم ده أنا بس برفع من معنوياتكم إذن هو الهدف أنه يسحب فلوس الشعب المصري عشان يفقر الشعب المصري عشان يزل الشعب المصري عشان يقدر يسيطر على الشعب المصري هو تخيل أنت حضرتك بمبلغ بكبر واحد يكلف مليار أو مليارين يبني كم مدرسة يبني كم جامعة يبني كم مستشفى يعالج كم مريض يعلم كم ألف طالب ينشأ جامعات هو اللي ده مش هدفه هو هدفه أنه يمص دم الشعب المصري عشان الشعب المصري هل الكباري في بلد زي مصر مش مهمة استنى بس هل الكباري في بلد زي مصر أنت شايف أنها مش مهمة عاد مهمة مهمة واخد بس في الوقت المناسب إما تقوي الأول التعليم والأول تاني حاجة الصحة وبعد كده واخد بحردك ابن الإنسان ما تبنيش الكباري ابن الإنسان الإنسان هو اللي يبني ألا أنت بني الكباري الميت شكرا جزيلا ابن الإنسان ما تبنيش الكباري والله يا ريت يا ريت الرسالة دي توصل عب فتح السيسي والنظام ابو براهيم مواطن مصري محروق هو بيقولك من قلبه ابن الإنسان يا أخي كباري اللي قاعد تبنيها وبتقع وشبه صنيت الكنافة روح ابن الإنسان ده الأولى معنا محمد من مصر ألم بيك يا محمد السلام عليكم السلام تفضل يا محمد محمد يا محمد أنت على الهوى تفضل الصوت بعيد أنا سمعت كويس صوتك واصل تفضل آآ دكتور والله يبعي صاد ربنا يرحمنا منه ده دمروا البلد والله وخربوها ونستعد أصب الله نعم لك تفضل 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 كباري عشان يضم أدوات ويضم كرت شكرا شكرا جزيلا لك محمد من مصر أبو زيد من مصر أهلا بك أبو زيد سلام عليكم دكتور أسما أعيكم السلام تحياتي لحضرتك أنت شخصية محترمة إنسان محترم إنسان مصقف يعني حضرتك اتفر رجليك برقبك مليار إعلامي من الموجودين حاليا في مصر أنا بس ليا عند حالك ملحوظة بسيطة الملحوظة الأولية أنتو صعب يجيبوا مواضيع أهمة جدا في النص الأولاني وتقول لمواضيع تانية يعني أنا ما بدخلت بشغل حضرتك المهم نتكلف مواضيع بتاع الكبار حضرتك أنت عارف الشخص اللي هو يعاوز يعمل الكبار دي والطرق عبارة عن دعاية دعاية لإيه حضرتك دعاية عشان إحنا الإعلام المصري بتاعنا كل دي على جميع القنوات يغلنا شوية الطرق والكبار والعمارات اللي موجودة عند التجن ودنوترون اللي البرومة وكلها والعين كبوت وده هم ده الإنجاز الوحيد بدعا عبد فتاح السيدي دين مرة واحد الموضوع الهيئة الهندفية يا دكتور أسامة ده بفكر فيلم ناجيب الرحاني لما كانت دهان القوضة كانت بسبعتاشر جنيه ونص وقال له نعملها ازاي عشان ما تتكشبش قال له كحت الباز الأجين كذا سد السقوط والشروق كذا دهان وش أول دهان وش تاني دهان وش تالت وصلها 185 جنيه في أيام نجيب الرحاني وطبعا هم بيعولها بمليارات وبقع بملايين وبتقع ويكتبوا مليارات هلا عندك تفسير أبو زيد ويحصل فيها بشاكل أبو زيد أبو زيد يا أبو زيد بس أبل الحاجة الأخيرة أسمعني بس يا أبو زيد يا أبو زيد أبو زيد أبو زيد أنت سمعني ألا لا أنت سمعني أنا بكلمك من شوية أنت بتقول ما بصرفه مليارات على الكبار والكلام ده طيب أنا بسألك سؤال بس عشان أروح لحد تالي ليه المليارات اللي بصرفوها على الكبار وهم قوات مسلحة عندهم خبرة بتقع في الآخر وبيحصل فيها مشاكل فين المشكلة المشكلة حضرتك المشكلة حضرتك إن هي مفهاش سمعني حضرتك سمعك حضرتك المفهاش متخصصين في بناء الطرق والكبار مفيش متخصصين هو إحنا بنجيب الهيالة الهندفية منينا فينا على أساس إن ما حد الشعر فيه موازنة أو دي هتتكلف كام ودي هتتتظم إزاي ودين على كده حضرتك الكبرى اللي في وصل أنا ساكم جنبه الكبرى ده بالضبط يعني حضرتك ممكن يسلم على واحد معدل الشارع أو واحد يكون عاوز يخوش دورة المية ومش لاي مكان ممكن يعدم البلكونة فده حضرتك ده تخطيط هو عبارة عن دعاية شكرا جزيلا لك أبو زيد وجت نظر محترمة الحقيقة والحمد لله أنت قدرت تكون موجودة على الهواء أنت بقى لك كم يوم تبعت رسائل كنت زعلان جدا أنك مش موجودة على الهواء هرجع للمتصلين بس نقرأ بعض الرسائل أستاذ عبد الكريم بيقول الجيش بياخد المناقصة بتلعت أضعاف السهر الحقيقي لأنها بالأمر المباشر بيديها لشركة قطاع خاص بأقل من التكريفة الحقيقية عشان شركة القطاع الخاص تكسب لازم تقلل من الحديد والأسمنت فالكباري تقع على المنظومة فاسدة من ساسها لرسها حد مجاوب بيقول لأن المعلم واحد نضيع وقت في دراسة الجدوى والكبرى يتعمل بسرعة والخرصانة ليست بالعلم لكن بالأوامر حساب تاني اسمه إخواتي تقريبا أحلى من حياتي حاجة زي كده بيقول مش هننكر أن مصر محتاجة تطوير الكباري والطرق لكن يما قلنا كتير أن في أولويات كتير أهم من الطرق والكباري زي التعليم الصحة إنشاء مشاريع تقلل البطالة الطريقة اللي بيتم بيها الطرق بتتعمل كأنها إنجازات وهمية بتكون سيئة جدا طبقا للمعايير الدولية جابر بيقول هي بس السحل الشمالي الهيئة الهندسية شغلها تبع الجيش فقط أما من داخل البلد فين شركات المقاولات الاحتكار للجيش في هذه الأعمال بتبقى عملية متخلفة تخليك في الجبهة أما الأمور الداخلية فلا أهلها مقاولين عرب حسن علام ومختار بيقول للجيش خليكوا في الجبهة ويسيبوا الحاجات دي طيب لو سألت أي مقاول هيقول لك الجيش لا بيبني ولا بيعرف يبني لكن بياخد من الميزانية عشر قروش ويجيب مقاول من الباطن يعطيه ثلاثة تعريفة وهو يبني فطبعا المقاول هيحط في المونة بتعريفة رمل وزلط فيطلع لك الكبر الجبار اللي انت بتشوفه نرجع للمتصالين مرة تانية معنا مبابي من مصر أهلا بيك أهلا بيك يا مبابي الله يسلمك والله أنا سعيد بحضرتك يعني وسعيد الأستاذ معامل ناصر رجوع كتاني المكملين ربنا خلي ربك هتفضل المكملين إن شاء الله يعني بس ليه عند التلب الصغير يعني أنا مش أتكلم على أي متصل بيقول حاجة مش كويس أولي حاجة ولكن يعني انت بتدوله المساح لما يبقى فيه متصل مش عارف حتى يتكلم ولا أقول مثلا يعني في الموضوع ومجبش غسرت تركيا أو قطر والكلام ده وبتكلمش وطيط له فرصة فأرجو يعني أنت مثلها واحد كده هيكلم كلام مالوش لازمة يعني أسر معادي فرصة وضعها لبرنامج ده طلب صغير بسيط يعني خصوصا واحد اسمه محمد لأنه مش كنت له يعني المشكلة وحيينة ما فيش غير تركيا أو قطر ما فيش غير الاتنين دول هي أول حاجة الحاجة التانية بالنسبة الموضوع حضرتك هاتفضل لا اتفضل كم الموضوع النهاردة ايه رأيك فيه ماشي 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 أنا متفضل مع الأخ اللي كان متصل أن دي مش يعني فلوس يعني دعاية ولا كلام من ده لا دي سرقة ليه بدليل يعني كده أنه هما يعني يعني احنا الشعب ده أو السلسل هيكل كباري واشهر كباري احنا عندنا مشاريع أولوية وبعدين كنت برد سؤال هل الكباري مش مهمة لا طبعا في الوقت الحالة مش مهمة ولا لها لازمة يعني الناس مش هتقيش من غير كباري يعني أنا بالنسبة لدي الكباري هتأكين وتشربني ليه هم وحدين كل حاجة ما احنا عندنا أولويات عندنا مستخفيات وعندنا مدارس وعندنا جماعات وحاجات مهمة وهي دي هتطلع عيات كويسة وقدبنا جال ممتازة تبني بلدنا ويبقى في حاجة كويسة نحن واخدين ديون نفضل ست مئة مئة سنة ديون والفلوس اللي عليه على مصر نفضل ست مئة مئة سنة فيها ولا مئة سنة فيها فالفلوس يقول لك تخلي مصر دي أحسن ملت بالعالم أنا مش عارف الناس يعني مش فاني معهم الشعب مفيش حد وطني خالص مفيش أنا أنا بكر عندي عائلين كانوا في الجيش واحد كان في السنة والتاني في السويس يعني مش أقول لك لا أنا بكره الجيش ولا حاجة ولكن أنا أنا زعلان يعني هليس منكم نظر رشيد وواحد يدافع على البلد ويتكلم صح ويقول كلمة حق مش مش كلها ما الناس الأحرار كلهم في السجوة والناس المحترمة كلها مملكونة ليه إحنا ما نحبش بلدنا وجميع المؤسسات بهذا الوطن سواء القضاء اللي حضرتك لنت من شوية كنت بتتكلم عليه يعني هل ما فيش حد خالص يعني كويس يتكلم سواء في القضاء ولا في الشرطة ولا في الجيش ولا في أي مؤسسات كبيرة في هدية فدي الحاجة اللي بتزعل واحدة أستاذ أسامة والله أنا بشكرك جدا يا بابي والله ومقدر مقدر انفعالك جدا والحماس اللي بتتكلم به بشكرك جدا على اللي قلته يعني لما يبقى الناس اللي في مصر بيقول لك احنا مش عايزين كباري بس يعمل لنا تعليم وانت بتطلع تقول لهم لو عايزين تعليم ما تسألوش على الكهرباء يعني ايه الكلام الفارغ دا يعني الناس عايزة تاكل الناس عايزة تعلم الناس عايزة مستشفيات فيها صحة كويسة بدل صنية الكنافة اللي انت عملها لهم في الساحل وحتى مش ليهم يعني دي معمولة لفئة معينة من المصريين معانا بسويلم من مصر أهلا بيكا بسويلم طيب أبو صلاح من مصر تبقى لك كتير معانا على الخط أبو صلاح أهلا وسهلا السلام عليكم أعيكم السلام لو سمحت ممكن تزبر عليها دقيقتين بس دقيقتين بس هكلمك هقول لك على الموضوع تزبر عليها دقيقتين بس انت خلصت نص ديئة من الاتنين ادخل في الموضوع عبو صلاح نعم نعم ماشي يعني عاوز أحول مصر من رئاسية إلى ملكية يعني تبقى ملك الشعب مش رئاسة تبقى رئيس واحد يتكلم باسمها سنين أنا عاوز أخلي رئيس مصر ده اسمه مدير مصر مدير مصر وانه عندنا بقى فيه مثل بيقول ادي العيش لكبازه هل الكبار دي بتقبير نشرف عليها نقابة المنسين هل الزراعة بتشرف على نقابة الزراعين هل التعليم بيشرف عليها نقابة المتعلمين يعني أنا نفسي أعرف هم بيعملوا ايه أنا في الأول في الآخر لو ديت له كل واحد لما بيقول له المسأل بيقول لك ايه حتى في مسأل تاني بيقول اهل مكة أدرى بشعبها النهار ده مين أدرى يعني حضرتك دكتور أثنان أو جيت وليت لك مثلا عاوزين نعم المضرعة هتقول لك أنا مليش في المضرعة أنا ليه في الطب الأسنان ليه مثلا في الإعلان أما هتيج هو نفس الوضع اللي بيتم بالوضع دون مسكين هكذا بتعيدهم النهار ده ما تيج تمسك كل واحد الحاجة بتاعته هو إن شاء الله هو اللي يعمل هو القلاصة النهار النهار ده التعليم باشكورك جدا يا بصلاح وضحت يعني الصورة أنا أنا آسف والله اتحكت بس وانت بتقول أنت الدكتور أسنان وبتاع فكرتيني بعم خليل زمان لما قد وإلي أنت يعلقتك بالإعلام فأنا بشكورك جدا أنا بصلاح كلامك صح الدول عيش لخبازه الناس اللي بتفهم هي اللي تيجي تشتغل وطالما الهيئة الهيئة والله وحيشنا وحيشنا أنت والأستاذ محمد نصر والله خليك مكبليين سمعنا حضرتك سمعك سمعك تسلم تفضل زي حضرتك والله أنا كنت بس بتكلم بخصوص العاصمة الإدارية أنا شغال في العاصمة الإدارية وبصراحة المنظر هناك يعني سر العدو لحبيب بصراحة لما بوابات معمول ست بوابات في العاصمة الإدارية البوابة بس الوحدة بمئة اثنين وثمانين مليون جنيه تمام وفي بوابة منهم عاملة تلتمية وعشرين مليون جنيه على طريق مصر السويس أنا عايز أقول لك على كمية يعني أقول لك الطرق اللي بتتضمر هناك من جديد عشان نسين كبل قهرابة ولا نسين حاجات بص وإحنا عندنا في بلادنا في الأرياف والفلاحين معدومين خالص عندنا مستشفى في البروض لو دخلتها سبحان الله يا ربي يعني حلق البهايم البهايم ما ينفعش أنها تدخلها أصلا تفاهمنا حضرتك العاصمة الإدارية طبعا أنت عارف أنها في البداية خلص خدها الشركات مجولين طبع لواء الجيش والجيش اللي كان داخل بالشركات مجولين وطبعا الجيش تخلى عنه لما مص دم الشعب ولما البلد واقتصادها وجع تمام سابوه وغضروا به في العاصمة الإدارية والشغل وقف فيها عشان ما فيش فلوس فهمني العاصمة الإدارية عبارة عن زي ما تقول كده بتجسمها مناطق سكنين وفضية صحرة شكرا لك علاء من مصر شكرا جدا شهادة مهمة وأرقام مهمة من واحد بيقول أنه بيشتغل فيه العاصمة الإدارية الجديدة فيه واحد أو كذا واحد الحقيقة بس قبل مقرأ رسائلهم أنا فيه أحد المدرسين كان أستاذي يعني وأنا في ابتداء وعدادي أنا الحقيقة مش عارف يعني لو قلت اسمه أبقى بأزير لا مش هقول اسمه أكيد لكن هو بيتفرج علي وهو بعت رسالة بيسلم علي يعني وبيضعيلي فأنا والله بشكره رسالتك من أحلى الحاجات اللي حصلت يعني في البرنامج لأن أنت كنت صاحب فضل وأنا يعني لا أنسى فضلك علي وأنا في ابتدائي وفي إعدادي في حاجة كثيرة جدا وأنت حد من الناس اللي أنا أنا بحترمها جدا أنا بحبها جدا ولازلت يعني معزتك خاصة جدا عندي أنا مش هقول اسم حضرتك لأن أنا مش عارف أنت في مصر ولا بره مصر وبلاش يعني نتسبب لك في أذى لكن أنا بشكرك جدا على رسالتك وسلامك وتحييتك وصله طيب نرجع الرسال فيه كذا رسالة جاية بتشتم معرفش الحقيقة ليه يا جماعة عمر أديب قال لما تجيش يعمل حاجة وحشة تكلموا عليها فواحد جاي بقول لي يا كذا بيشتم يعني الطرق والكبار عندنا في مصر بسم الله ما شاء الله حاجة تفرح بس عشان انتوا بتصطادوا في المياه العكرة هتفضلوا كده ربنا يحفظ الرئيس السيسي لمصر ويفضل حرقك وكده دايما يا عمي انا لا حرقني ولا حرقك ولا كودي انا فهم انت اصدق بيا مين اصلا كم دي ضمير الجامع ده انا اسمي اسمه جويش وده برنامج اسمه اخذ كلامه قناة اسمه مكملي فمش عارف انت كم دي اصد بيا مين يعني الحاجة التانية احنا مش بنستطفل مع العكرة ولا حاجة انا عرضتلك لميس الحديدي وعمر اديب بيتكلمه على احنا بنتكلم عنه بيتكلمه على كبري الناس ماتت بسببه بيتكلمه على مصايب سودة عمر اديب بيقولك لما الجيش يقرب من حاجة لي علاقة بالشعب فالشعب من حقه يتكلم فحضرتك هدي اعضاءك كده وهدي اخلاقك وهدى اهدى ويعرف ان عمر اديب نفسه هو اللي دانا الازن عمر سمح لنا نتكلم عقوات المسلحة المصرية سمح لنا نتكلم عن الجيش اللي عمل كباري اي كلام استاذ عمر اديب بنفسه اللي شغال عند السيادة السمو تركيا قال شيخ ادينا الازن الحمد لله وادل حضرتك الازن فهدي نفسك كده وما تنفعلش يعني انما الكباري عندنا حاجة تفرح انا اول مرة اشوف كبري على شكل صانيت كنافة الحقيقة فانا مش عارف يفرح نسرين بتقول الكباري بتنهار عشان الفساد والسرقة وشغل اي كلام ولا يوجد رقابة على اي شيء السلام عليكم ورحمة الله بركاته دكتور اسامة انا مواطن من المغرب بالضبط من شمال المغرب تحية خاصة لك وللأستاذ محمد ناصر تحياتي لتاقم مكملين اه ده بيوجه تحية لمكملين انا كنت متخال ان حضرتك تتكلم على موضوع الحلقة طيب نرجع للمتصلين مرة تانية معنا عز الدين من الجزائر واحمد من السعودية وابو يوسف من مصر عز الدين اهلا بك سلام عليكم سيوسامة عليك السلام اهلا وسهلا بلغنا سلام احمد سامير وحسام الشرباجي واحمد العربي اما فيما يخص نعطيك سؤال ولا اغير كين سؤال نسألك على الكبر الذي كان الذي انجزه في سنة 2017 ولا 2018 الكبري الذي كان يجانب الشرفات ويعلو المحلات سمعت به الكبري هذا نعم وين رأي الحالة متاعه استعرضنا استعرضنا في البداية يعطيك صحة انا نظن بالك الحل تاعورة هدرك يعود مفرغة 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 للمراحيد شوف هذا الحكم العسكر عمره ما يكون حل هذا الحكم العسكر عمره شوف عندنا يقول لك الشركة هلكة ولو في مكة هذا العسكر يروح في الكبريات حتى يأخذ الشعب ولا يزاهم في الشعب كنا حاجة كنا نعطي لك هادية كل الشعب المصري يقول سيسي هذا سيسي المزور كابوه العسكر ما كانش شرعايا الشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدانية شكرا لك عز الدين تحية لك لأهل الجزائر رسالة من محمد يقول نظام هدف الكم وليس الكيف نظام هدف لقطة الإنجاز وليس قيمة الإنجاز لا يوجد مؤسسة متخصصة حقيقية تراقب وتستلم وتراجع الجيش يعطي الأعمال إلى الشركات ويستسهل في الاستلام في مقابل العمولات شكرا جدا على رسالتك أحمد من السعودية أعلم بك أحمد 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 يمكن أنا شايف الموضوع بشكل أن ينطبق عليه كلمة من أمن العقوبة أساء الأدب تمام الأمر أصبح بكل بساطة أن كل الفئات التي شغلت في الجزء بتاع قطاع الكباري والإنشاءات أصبحت أمنة العقوبة فأساء فأساء بقى من أول الرأس إلى أصبع قادم تمام فأصبح كل الناس للأسف الشديد أمن العقوبة اللي فوق أمن العقوبة فأساء الأدب اللي تحته أمن العقوبة فأساء الأدب فجاش فموضوع كلنا أمن العقوبة وأصبح أننا كلنا من داري على بعض تمام فأصبحت المهندس اللي بيستلم هو عايز يستلم وخلاص لأن محدش هيحزبه وكذلك المؤاول اللي بيشتغل هو مفيش وراء أي جهة بيشتغل وخلاص وأصبح أن حتى الفلوس اللي بتستاخد أو بيتمني بيها الحاجات دي يمكن مصدرها أصبح لحظ الشعب وحتى يمكن أتت يعني أتوا على المواطن ومن درائم وحتى في مشاريعهم أحمد خليك معي ثانية وحدة أحمد أنا بس جاي لرسالة وإحنا بنتكلم يعني بيقول لي هتقرأ الرسالة دي ولا لا أولا فين الكبار اللي وقعت أنتو موركوش غير مصر كفاية بقى يا حقدين يا مأجورين أنت مبسوط لما الناس تشتم في مصر أنتو خوانة إيه رأيك في الكون سبتداء يا أحمد فكرة أنه في مشكلة في كبري فإحنا بنتكلم عنها فبقى كل اللي بيتكلم خوانة وحقدين وما فيش كباري فيها مشاكل وإحنا البلد حلوة وما فيش أي حاجة خالص إيه رأيك أحمد أحمد لا الكنس الكنس تدوت يعني بص حباتك هو يعني فيه مثل دائما بتقال أو يعني خالينا نقول أنه أنا لو أحبك أعطي لك الضلط يا جماعة هو الموضوع ما أصبحش على حب وكر إحنا لازم لازم نتفق أن الأمر دلوقتي أصبع إحنا كلنا بنتطر إحنا نظرية أننا أنكر حاجة إحنا بنشوفها بعنينا ده مش صح حتى لو كبري ما وقعش فكبري يسرق هل ما منتفي هل كبري يتعامل السنة اللي فاتت يوصل لمرحلة هو يشارك بعد السنة ويبقى التأثير بتاعه لا الموضوع مش صح يا جماعة إحنا لازم لازم كلنا نعترف أنه مشكلة إنه مشكلة إحنا مش نتحل لحاجة لكن مبدأ إن أنا بداري ونفيش حاجة وإحنا طبعا يعني حتى لو مفيش حاجة وإحنا حتى لو مفيش حاجة وإحنا تبري ينشأ في شخص فلدا منشوف بشكرة يا أحمد من السعودية بشكرة أبو يوسف أنت على الهوى أهلا وسهلا السلام عليكم وإذا دكتور رسامة السلام وإذا دكتور رسامة الموضوع كله يرجع للفساد ده كله فساد تمام ماشي ده ده فساد يعني العسكر ده السلبية بتاعة حكم العسكر أخذ حكم العسكر حاضر يا فندم نعم يا فندم هو أنت الدكتور والمهندس والطبيب والمدرس وكل حاجة أنت والقاضي أنت ينفع يا دكتور رسامة أنت كل حاجة يعني يا ربنا سبحان الله أنت كان قادر يخلي لك رجل واحدة وإيد واحدة وعين واحدة بس حط عين تشوف سبحان الله وإيدين ورقلين تمشي بيها فسبحان الله دولا مسكين كل الحاجة أنت انتصرت في 73 نمت مش لما طلعت نسجي من البلد خلص خرجت على عجبها ليلة كده كنت هتمتصر معايا دكتور رسامة معاك كمان دولا بدأوا كل حاجة مين بيحاسبهم قل لي مين بيحاسبهم يا دكتور رسامة مين بيحاسبهم مين بيحاسبهم تقدر تحاسبهم هو مش طلع قالك الزابط أحمد لو قتل فلان مين حاسبهم محدش يحاسب خلاص كده محدش بيحاسبهم دولا فساد 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 وبغطى عالبا أقول لك معلومة صغيرة طب معلش شاب يوسف قبل المعلومة والله قبل المعلومة في رسالة جاياني بتقول لي حضرتك عرفني ايه اهمية الراغي اللي انت بتتكلم فيه من افضل تجيب فضايح دولة الظلم لعل الشعب يصحم الغيبوبة هات ناس اقتصاد وعلوم سياسية تبين الشعب السوادي اللي هم داخلين عليه سواد أكتر مما هم فيه بالأدلة والبراهين مش ناس بترغي وخلاص انت ايه رأيك يا بويوس ايه رأيك فكرة لا يا جماعة انتو بترغوا خلاص هات لنا ناس اقتصاد وعلوم سياسية يعرفوا الناس الصح والغلط بص حاليا الاعلام والسيش الميديا والكامل خلى كل الطفل اللي عنده عاشر سنين بيعرف كل حاجة مش محتدوا والله دكتور رسامة انت ما محتد دكتور ولا محتد معيد مع احترام اللي الناس دي كلها قامة في قراصنا بس هات واحد عامي هيكلمك على مشكل البلد شايف مشكل البلد انت انهار دا تقول مصر بتنه مصر بتتقدم فين التقدم فين في الكبار اللي بتوع طب فيه كبري في 21 في العجم دكتور رسامة روح شوف الكبري انت لو شفته تكرم احمر ما يعملوش انت عامل كبري عشان حال مشكلة ولا اخلك مشكلة افك الزحمة بي ولا ازود الزحمة في 21 والله هاتف العجم يا يتصور ويتبعت لك شوف المظلات شوف المظلات شوف المظلات شوف المظلات معنا ابو اسلام من مصر ايضا اهلا بك ابو اسلام السلام عليكم السلام عليكم السلام يا دكتور اسامة ربنا يباشر عمركم يا رب ودايما كده يخليكم لينا يا سيدي احنا مش عايزين احنا مش عايزين دكترة ولا اقتصاد ولا علوم سياسية ولا الكلام ده كله احنا عايزين الدكتور اسامة وعايزين الناس المحترمة اللي بتتقي الله فينا واحنا الحمد لله دكتور اسامة انا عايز اقول لحضرتك اني انا عامل شغلانتي اطلع رملة اطلع اسمنت لاي حد الكلام ده يعني انا رجل عامل لكن الحمد لله والشكر الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى سم بفضل الاحرار امثالكم الرجل العامل الام اللي جدامك ده واخدالك يقدر يتكلم مع سعادتك كلامه واخدالك ان شاء رب العالمين باذن الله في الفعيد الرجل ده يا دكتور اسامة واخدال سعادتك هو مش الوحده على فكرة شريك في الفساد اللي بيحصل في المصر ده ومش الوحده احنا الشعب شركة معه هتسألني سعادتك احنا شركة زين اقول لي سعادتك احنا شركة زين الساكد على الحق شيطان اخرس وبعدين عايز اقول للدنيا كلها وللعامية امثالي واخدال سعادتك ان احنا طالما احنا سكتنا واخدال سعادتك كل يوم هتحصل مهازل وكل يوم هتحصل مهاتر وكل يوم هتحصل كلها كباري هتوجع وبيوت هتوجع وحنتاخد غصب عنينا وعلى فكرة والله يا شعب والله يا شعب والله يا بشر والله يا ناس الراجل ده اوهن من بيت العنكبور النظام ده اوهن من بيت العنكبور النظام اللي لما قناة تفتح زي القناة هتاعدكم حرة النظام اللي يطلع لما اضطرت الاعلام في مصر واخدالك ويوجههم ان فيه قناة فتحت ايه الدليل اللي انتو عايزينها تاني عشان تعرفه واخدالك ان والله والله ملاق صغير على تكة واحدة بس تكة واحدة بس توقف عليه يعني اذا احنا برضا دكتور احنا شركة في اللي بيحصل طيب شكرا جدا نابو اسلام شكرا جزيلا نابو اسلام انا فيه رسالة جايالي والله يعني الصورة اللي محطوطة صورة راجل محترم يعني يعني مش عارف هو حطت صورة اهي خلينا حملها صورة الحسن البنة وسيد قطبو كاتب المراسل كذا شاتم يعني وبعنبه المساء الخير ايها الخرفان الكلاب تعوي والقافلة تسير كل مشاكل البلد في الكباري والله انتو على مصخرة يا عم الحج مش احنا اللي بنقول دي الاستاذة لميس وصفت الكباري بكباري البلاي ستيشن لو انت مش متابع ده الاستاذ عمر أديب بيقولك الهاية الهندسية اللي بتقرب من الشعب من حق الشعب يتكلم عنها وبعدين معلش بقى سيب ده وده يا بيه ايوه احنا اللي بنتكلم انا اللي بتكلم على الكباري لان حضرتك انا مواطن مصري من حقي اتكلم عن مشكلة بتمس قريبي وصحابي وجراني والشعب المصري اللي انا واحد منه حضرتك بقى مقتنع بداه مش مقتنع بداه في حاجة تعبك في دماغك انت حر مقتنع بان صور حسن البنة وسيد قطبو الشتيمة دي بتجيب فايدة انت حر لو انت لجنة او انسان حقيقي انا لا يعنيني في شيء لكن انا مش هقولك لميسو عام انا اللي بتكلم وسامة جويش اللي بتكلم في قناة مكملين عن ايه عن مشكلة في الشارع المصري يعني غصبا عن اي حد وادخن تخين في هذه البلد احنا نفضل نتكلم عن الشعب المصري عن مشاكل الشعب المصري شاء من شاء وابا من قبا يعني ابعت رسائل اتبعتش رسائل اتفرج علينا اقفد القناة وروح اتفرج علي حد تاني انا مش هيفر معي اي حاجة على فكرة خالص يعني لا هقدم خطوة ولا هرجع خطوة ان شاء الله يعني فبس وفر حتى وفر شحن الموبايل بتاعك يعني فدي بس حاجة كان لازم نقولها واحد بيقول الكباري بتنهار بسبب السرقة في الاسمنت والرمل وكل حاجة فيها سرقة واستهتار وبنى بدون اي دراسة طيب نرجع للمتصلين مرة تانية معنا احمد من بريطانيا اهلا بيك احمد احمد من بريطانيا اهلا بيك احمد السلام عليكم السلام عليكم السلام اهلا وسهلا اهلا بحضرت دلوقتي ده راجل بيقولوله هتعد سنتين تتعمل يقول لهم لا ست شهور هتتكلف مئة مليون يقول لهم لا عشرة مليون فهم اربطوا لهم مطرح ما يحب صاحب ده بيرسموله الرسمة على ورق يحطه له على مكت يروح يتفرج عليه بعد كده اقولوله خلاص نفذ في الحتة دي من غير لتصميم بقى لانهم اصلا ما تدومش القدرة لا على التصميم ولا على الإبداع دول متخرجين يا دوب كتيرهم مشروع عملوه مع الدكتور بالطريقة اللي تريح الدكتور وخبرتهم كلها في ايه فهي في المشروع الصغير ده بعد كده ايه هي المشروع الهندسي ده قائد مقاتل فرع كبري ايه ده يعني مش فاهم ايه تعريفوا اصلا دول خبرتهم ايه لما طالعوا وتخرجوا من الكولية دخلوا قوات المسلحة فاضلوا في الجبعى دي لنه في جبعى وفاضلوا فيها قائد مقاتل فرع كبري واخر حاجة عملوها كتير الجنبري والسمك ايه دول يفهموا ايه في التصميم دول فطبيعي لازم تقع لانهم لما يقولوا خلصها انا حملها في سنة يقولوا خلصها في ستة شهور ما هيخلصها له في ستة شهور لان ده امر جاي من واحد ما بيفهمش اللي يعلم انه ما بيفهمش برضه فهما اصلا عملية الابداع وتصميم الكباري دي واماكينها دي عايزة دراسة ومدة طويلة دول يخلصوها في شهور فطبيعي بيعملوا قشور بيعملوا المشاكل بدلا من يخلصوا المشاكل لتاعت لا مزودين المشاكل تاعت الكوب يحطوا مشكلة كبال فوق الكوب لغير بقى الفروع اللي دخل بقى لكلات الناس فهم عندهم مش فكرة عن اي حاجة في اي حاجة ده بيجدوا عمر نفذ بينفذ واحد فرحة ام وابو بيت طالع أنا قائد مقاطع الفرع جنبري أنا في حتة في جنبري مش عارفين فأدي القوات المحل المسلحة بتاعت شكرك جدا الحقيقة والله يا أحمد جاب من الآخر يعني لخص اللي احنا بنتكلم فيه كله فرسالة مش عارف من رسالة غريبة شوي طيب فأنا بشكرك يا أحمد على اللي قلته معنا محمد من لندن أهلا بيك يا محمد أهلا بيك يا أستاذ وسامة يتراح ذاك فيه السلام عليكم سمعت كوي سعيكم السلام أهلا بيس والله أنا بس بعتب على الناس اللي هي لما أي حد بيحب يتكلم ويقول رأيه يتعال عليه إخوان طيب اش مانع على الناس ما قالتش على عمر يا دي بالإسباب اللي فات ان هو إخوان وهو تكلم على الكوبري وقعد يهزر ويتكلم ويقول يا جماعة قولونا يا جماعة عملونا هي مش فهمها أنا الحتة دي ثانيا أنا الناس دي ما بتتكلمش مثلا فيه حاجات كده بتتشاف بالعين قدام الناس بالشاطة تكون أنت إخوان أو معارضة أو سيساوي لما مصر تنظم مؤتمر كوب 27 له بتاع المناخ انت بتتكلم عن المناخ وانت أصلا دولة ملوسة انت لو بصيت على البحر المتوسط كمية البلاستيك اللي في البحر لا ويتقطع الشجرة محمد كل ده يعني شجر تلوث المصانع الأبخرة الدخان كل ده عشان كده ما بيخليش حد من الناس بالسياح يصوره والبلد طيب انت بس تصور الهرم وشرم الشيخ حمد أنا بشكرك لأنه بقى ثلاث دقائق وفي لسه ثلاث متصلين بشكرك جدا عمر من روسيا أهلا بك عمر السلام عليكم أعيكم السلام دكتور رسامة مبسوط جدا أن أنا كلمت بكلمت لأول مرة ومش عارف بصراحة بالنسبة للموضوع لحضر الترف فدلاتي أنا من إسكندرية تمام أنت عارف الحتة التي هي بتاعت سيديجابر عمرات الزباط مثلا أنا كان بقى لي تسع سنين تقريبا ما زرتوش مصر فلما نزلت رحتو مصر بصراحة مكت أنت عندك الكورنيش باز يعني ما بقاش انت ينفع انت تمشي الأول كان ممكن نمشي من منتزة عندك لحد دراستين تمام دلوقتي ما بقاش يعني انت ممكن تمشي الكوبري اللي هم مثلا عملوه هناك في إسكندرية على الكورنيش يعني انت عملت الكوبري يعني المفروض الكوبري ده يبقى فيه عربيات فوق وعربيات تحت عشان تحل مثلا قزمة مرور لا انت عملت الكوبري وعملت من تحت حتة برشاط يعني جراجات يعني العربيات اخذر لك والله لانه خلاص معتش في اللادئتين في الحلقة اتمنى ان انا اتكلم معاك اكتر في حلقة بكرة ان شاء الله عمر من مصر اهلا بك عمر باختصار شديد اهلا بك دكتور حضرتك فاكر لما انا قلت لك السيسي اخذ مصر 50-50 على الحوار معايا حضرتك سمعك عمر تفضل دلوقتي احنا كلفية بس حد قال لك نظوميات كلها صفا من جديد المنصورة كان عاملين حاقة الشهداء متكلفة زياد مثلا من مليون جنيه اتهدوا وبيعيدوهم جديد عاملين السنة اللي فاتت قبل عيد المحافظة وعم بيعملوهم من جديد فده شغل كله شغل نصبه سرقة ان الله لا يصلح عمل مفسدين تمام مشكورك عمرو كله فساد واحنا عارفين الكلام ده كويس مشكورك جدا يا عمرو بعتذر لك برضو دي الوقت اخر متصل معنا ابو عمرو من مصر اهلا بيك ابو عمرو اهلا بيك طيب اشكرك ابو عمرو بشكر كل اللي شاركوا معنا في حلقة النهاردة وكل اللي بعتوا رسائل هنتكلم في اكتر من الف رسالة على الهوى واكتر من 1500 اتصال على الهوى في ساعة واحدة بحاول اننا حتى لو تلاحظوا النهاردة اكتر عدد من الناس نشاركوا معنا الحقيقة شكرا لكل اللي شاركونا في البرنامج